طيب نكمل مع حضراتكم أخبرنا النهاردة مصدر داخل النادي الأهلي قال إن حتى الآن مفيش أي عرض رسمي وصل لحمد فتحي من الدوري القطري أو من غيره وقال المصدر إن الكلام اللي تردد مؤخرا عبارة عن كلام وكلاء فقط لكن المصدر قال لنا إن بعض الأشخاص أبلغوا النادي إن في عرض قطري هيجي النادي الأهلي في الأيام اللي جاي وإن النادي القطري مستني الأهلي بس يخلص مبارياته في دوري أبطال أفريقيا يعني ببساطة حتى هذه اللحظة لا يوجد عرض قطري وصل النادي الأهلي من أحد عندها القطرية وصل النادي الأهلي ليضم حمد فتحي ولكن في عرض بيتحضر إنه يتبعت بعد انتهاء موسم النادي الأهلي أو بمعنى أصح بعد انتهاء مشاركة النادي الأهلي الأفريقية إن شاء الله الأهلي يوصل إلى نهاية إن شاء الله ياخد البطولة وبعد كده في عرض هيتقدم الأهلي بقى يوافق عليه وقتها أو يرفضه لما إيجي وقتها نبقى نتكلم في هذا الأمر طيب من جانب آخر النادي الأهلي بدأ يتكلم مع رامي ربيع عشان يجدد عقده بناء على طلب من مارسل كولر الراجل موافق رامي ربيع موافق على التجديد والنادي الأهلي طبعا هو اللي عارض التجديد والاتفاق إنه العقد يبقى فيه لمدة السنتين ورامي بس الحكاية بتاعته إنه ما عندوش مانع السنتين طبعا هو عايز يبقى المقابل المالي زي لعبي ألفية الأولى فيه النادي الأهلي هو شايف إنه ده آخر عقد بالنسبة له وبالتالي هو عايز يبقى ياخد أكبر مقابل ممكن النادي الأهلي يتفون مع رامي ربيع واحد من الأسماء الكبيرة في النادي الأهلي واللي راجل اللعب مع النادي الأهلي سنوات وسنوات والعبال اللي بتقال عليها بين قصين مخلصين يعني فالنادي الأهلي يعني لا يتعند معه في هذه المفاوضات وبيسمع منه والعكس الصحيح خلونا نشوف الأيام اللي جافية على فكرة أنا بحتاج من رامي ربيع جدا طبعا في كثير من الناس يختلفون على مستوى هو جيد ولا مش جيد هو مفيد ولا مش مفيد مش دي الحكاية خالص أنا بالنسبة لي النرامي ربيع كل ما النادي الأهلي بيحتاجوا في وقت في أزمات أو صعوبات بيلاقيه إدى بقى عشرة من عشرة إلى تسعة إدى تمانية إدى سبعة بس بيلاقيه بيلاقيه جاهز ما بيعملش مشاكل ما بيعملش دوشة ما بيعملش أزمات هو طول الوقت جاهز فدي ميزة بصراحة برضه يعني المدربين عايزين اللعب اللي من نوعية دي حتى لو مش بستخدمك أساس دو الوقت لو أنت ما يعدكك مش عامل لي أزمة وأنت كمان عندك خبرات كبيرة هتبقى حاجة عظيمة جدا طيب مصدر في النادي الأهلي أيضا قال لنا فيه رقم عشر أنه خلاص تم إبلاغ أيمن أشرف بشكل ودي أنه النادي الأهلي مش هيجدد عقده اللي بينتهي بنهاية الموسم من الآخر كده بيبلغوا بيقولوا له شوف حالك يا بني كده كده مرس الكولار مش عايزك وأبلغنا أنه هو مش عايزك مش مش عايزك عشان أنت عندك مشاكل ولكن عشان أنه أنت مش مفيد للفريق أو مش مفيد لطريقة لعبه وبالتالي عادك يخلص آخر السنة لو حابب تشوف عرض آخر من دلوقتي ابدأ شوف ده شوف مصلحتك النادي الأهلي يحترمك وبالتالي بيقول لك من بدري شوف مصلحتك وأنا بصراحة وقلت الكلام ده قبل كده معجب جدا بأيمن أشرف لعب أساسي النادي أهلي لعب أساسي منتخم مصر راجل مرس الكولار زي مدارف في العالم بيجي ممكن يبلعيب كبير كده جدا وكان مهم بس هو مش حطه في اعتباراته في الخطة أو في الطريقة أو في الأسلوب قاعد عبدك استبعد من قائمة الفريق أصلا ولا نفس ولا صوت ولا أزمة ولا مشكلة أنا احترم اللعبة دي أوش احترمها جدا يعني كاب ساعة الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي خلاص صفر إلى تونس مساء الأحد من أجل الترتيب لكافة الأمور المتعلقة باستقبال بعثة الفريق هناك قبل مواجهة التراجي الأهلي من المفترض هيسافر خلال الساعات النهاردة السلساء ساعدة للمباراة اللي هتكون يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي فيها إن شاء الله يعني شكرا